السلام طالباء اليوم إن شاء الله جينا في هذا الفيديو على بلي بلي راكم عينين وراكم تعبنين وراكم ديقوتيين بالصح وش ديروا لازم تضحيوا من أجل الباكة اليوم إن شاء الله جيتكم في هذا الفيديو قبل ما نبدأ في هذا الفيديو شو عبت العلم التجربية مختلحتكم والله راكم في بالي ما تستعجلوش بك داكور بربيش اللي قبل نهاية مارس نحاول أنه ننشر ها نبدأ على بركة الله في هذا الفيديو وهو حبيت نوضح للطلباء لما درت الفيديو كيفية الدراسة في رمضان قالوا لي بلي يا أستاذ رانا نقرأ في رمضان أنا نقولكم ما تروحوش تقرأوا في الثانوية في رمضان راكم متقدروش واحد مديقوتي واحد عيان أقرأ في الدار أفضل والله غد دراسة في المنزل أفضل وعملية التشطيب راهي ما كانش منها والله لا خبر غير صحيح أسمعكم ديجا راهي في ديوين الامتحانات الوطنية راكم مسجلين عندكم رقم التسجيل عندكم كلج ضك يخدموكم كلج ما كانش منها تشطيب لي قالكم هذا راهوا خاطأ ويمد في المعلومة خاطأ يا أخوتي العزيز اللي ما تسمعونهمش اسمعون الناس اللي راي يتمد في الأخبار الصحيحة ما كانش تشطيب حاجة اللي نوصيكم بها ديروا باك سبور لما تخلصوا باك سبور ما تزيدوش تروحوا للليسي أقرأوا في الدار وتكون تثبيت المعلومة ملي حا خير ملي سي راني يقول لكم كيش تشطيب نعودوا ونكرر واللي توسوس يروح يدير مالادي يروحوا يقولوا لخاوتكم تاع الباك الأخرين وبك يقول لك باللي روحنا غير الفصل الأول والله غير كاينة طالبة والله ما جاء للفصل الثاني للفصل الثالث والله ما سرى لمنها تشطيب لأولو راني نمد لكم في المعلومة الصحيحة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر